على يفام أحلى غديو سلامتكم ومرحبا بكم الناس يسمون فينا كل على غديو يفام يفام أحلى غديو وهذا موعدكم مع كلام في الليل نتواصل معكم كما كل يوم مثلين للجمعة من العشرة للإحدى شمتع الليل في فضفة للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا الكل اللي حبوا يفرغوا قلوبهم يحكيوا في هالفضة الخاص مرحبا بكم على ذمتكم رقم الهاتف 58 550 750 هذي الرقم نجمي خليكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر وتتفاعلوا معنا فضاء حر تحكيوا فيه تفرغوا قلوبكم تفضفوا نعرفوا لي فهم برشة ناس ما عندهمش ثقة في الناس اللي حواليهم حتى مرات أقرب الناس ليهم خويتهم سحابهم يحبوا يحكيوا فيها فضاء حر يحبوا يحكيوا مرات باسم مستعار باش ما يعقلهم حتى حد باش الناس ما تكونش عندهم نظرة خايبة تجاههم هذي الفضاء مجعول لكم انتوما اليوم موضوع جديد كيما كل مرة انك تحب وتتحب وتعيش قصة حب من أسمى المشاعر اللي نجمو نعيشوها في الحياة لكن كيف تكون مع رجل مع رس وإلا مرأة مع رسا تولي تعتبر خيانة وتنجم تهدم عائلات وبيوت شنو اللي يخلي مرأة وإلا راجل يختاروا كل واحد فيهم إنهم يبنيوا علاقة مع شخص متزوج وعليش نوعية العلاقات هذية قعدت تمشي وتتزيد في مستشا معنا كن أنت عيشت نوعية من العلاقات هذية وما زلت تعيش فيها أو إنك كنت سبب إنك هدمت عائلة واندمت تنجم تكلمنا على ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعة مئة وستة بيش تحكينا على تجربتك بيش تحكينا على المعاناة اللي عشتها في إتار العلاقة هذية وشنو اللي يخليك تنسيق في العلاقة هذي هل إنه طرف من الأطراف كان يكذب ومن بعد اكتشفت الحقيقة وإلا أنت وصلت في العلاقة هذية وإنت تعرف الحقيقة هذة مجموعة من الأسئلة المطروحة اللي تنجموا تحكيوا لنا وتفرغون لقلوبكم على ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعة مئة وستة فقط نحب نقول كل شخص بيش يكلمنا في إطار الموعد هذي مسؤول على الكلام اللي يقوله وأكيد إنه نحن نتعلمه من تجارب الناس لأخرى نحيب كل ما هو سلبي وناخده يمكن الإيجابي ناخده نقطة الندم وناخده شنو اللي يخلى بعض الناس مشات في الثنية هذيك مهم لأنه مجتمعنا فيه برشة ثغارات فيه برشة مشاكل فيه برشة تجاوزات هذي كل نحبه نحكيه فيه ونعالجوه في إطار الموعد هذي نمشيه فاصل ومبعد راجعين نمشيه فيه برشة تجاوزات أحلى ضحكة هذي يوز نصينا واربعين كيلو مخو حاكي لولي هو بدر ومخو حاكي لولي هو بدن كيفاش عرفنا يتحول تماماً لشخصية بدر والد مفيدة عايتت لهم يقتلوا برا كلموا ببايك من القهوة جيبتلي دابوس القاس ساعة وكتشوفوا من بعيد تقول معليك الساعة كيفاش عرفنا يتحول قاتلوا برا عايت لبايك جيبتلي دابوس القاس من القاس ما تعرفش قالها نورمال انتي في مخك قدهم من مرة قلتلي كلي ذي كمو شباب تأثروا بشخصية بدر وصل بي حتى لشخير لا سعد خوي كيفاش يشخر هاي هاي كلام فيليل ما فرح كلام فيليل زي تذكركم برقم الهاتف لي مجرور عدمتكم بش تفعلوا معنا في إطار الموعد هذي ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعمية وستة هذي الرقب نجمي خالكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر وتشاركوا معنا في موضوع حلقتنا اليوم اشنو اللي يخلي مرأة وإلا راجل يختار يكون في علاقة مع شخص متزوج وعليش نواية العلاقات هذي قعدة تمشي وتتزيد في مجتمعنا هذا كل بش نحن نحكيو فيه اليوم ومعنا وائل عتليفون وائل مرحبا اشنو حوالك يا سيج الحمد لله وائل انتي لوينك هالغيبة يا سيوائل الحمد لله حمد لله عايش وائل انتي اتعرفت على مرأة معرسة في الفترة اللولة بش تعطينا اكتر تفاصيل هل انه كنت على علم وإلا خبيت عليك الحقيقة هذي هي النقطة اللولة حبيت تبعد شدت فيك صحيح وقعدت في علاقة بالسرقة من زوجها والله معنا نحب نحكيو الحكاية ممكن من اللول بش نحكيو معنا كعلاقة وكل ميز من بعد معنا كما حكيت نحب نعمل نصاقح يعني يزمة شنه معنا يعني كاد خلت معنا نخدم في خدمة معنه تاول مرة بش تعوف العبيدة ذوقكم وكله كذي يكف من باب السدفة انوال انسان يعني كتشوفك كذي قربت منك حكيت معك، توصلت معها معنه كذي مشنه ما أم اللول مش عرف شكرا معنه تلاعبية شكول معرس وشكول مش معرس معنا ما حتى ما هو. مش بيه مش بيه. معنا يكي حكينا مع بعضنا وكل اكتشفت أني معريسة وكل فبس. وهنا معنا يكي معريسة. باللول ما نقولوا احنا رفضت الموضوع وكل يعني نحكي وكاذا ما لها وكاذا وكاذا. وبعض معناها اكتشفت إنسان هذيك حقير ونقوله احنا عنده عجيب وكل بإنسان هذائك وكل نحكيه مع بعضنا خلات نمرو التليفون، هكذا مش عليك معناها من اللول كنت عرفه وبعض خط بره نحكيه وكهو ومش معناه تونياء تقول لك ارتحت لك معناه هافم شنوه لأنه فما جانب في الإنسان مش معناها كيفاش هي تبدأ الحكاية فما أعجيب ينجم يكون أعجيب معناها بشأن شخص أنا فما أعجيب ينجم يكون ظاهري مالبرأ إنسان ولا إنسان تعجب بيك مالبرأ كشكل فما إنسان ولا إنسان تعجب بيه أنت ولا هو يعجب بيك من الداخل شنوى أنت داخلتك معنا شخصيتك طربيتك كلمك شنوى أنت هكا ولا ليه صحيح وإنت نوعية الأعجاب المتبادل كيفاش كانت بينك أنت وياها المراهب المعناة ده تبركة لعليها مش نقف زين مش نقف كوش يعني معناها عليها معناتها فما تفاهم مثلا قولوا أحلى في الطبيعة ولا في المشنوى فما تفاهم هذي الجانب اللي خليها معناها تتعلق بيه وكله وتاخده نمره تليف وتحكي معي بالتليفون نحكيه في الخدمة معناها وكل ما يعني تقول لك معناها في شخصيت راجلي ما وقيتش مثلا الشخصية هذه ربما أنا هذي الشخصية اللي نبحث عليها جات ممخر هاي عبارة معناها فم جات كلي جات روتار الشخصية هذي فم شنوى كان جايت ملو والكاذر تقول لك معناها تلك ليه ماذي شبك جيت توا هو كله مكتوب رأى وفنشنوى مي لكن تقول لك يعني كان لقيتش شخصية هذي ملو والمحنة ها كل يعني يعني ملحبه شاة معناتها هذا الجانب اللي معناها بش بانا حكيت معك تواكيه لكن رأوا في خيضام الموضوع موسميش الحاجة خائدة معناها شو كون أنا واضح مشيكون أنا واضح دونك وصلتوا انتوما فقط في اطار التفاهم تتفاهموا مع بعضكم فما ينسختين مشيجمين لكن العلاقة ما تتورتش اي لا 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 ما حبيش ام لا ما حبيش نوصل لحاجة خائبة ولا كذا لانه معنات علش تعجب تعجبها الشخصية الداخلية لانه كي بيش تحدي توصل لحاجة هكا عمكة عندك ضامير عندك طراب عيد كذا ممكن هاتفين يعيش مثالش ولو أنه ممنوع شرعا أو إنسانيا ولو أنه ممنوع لكن يعني الإنسان يبدأ يحكي لك حكاياته يحكي لك أسرار يحكي لك حاجة لأنه فما في الأصدقاء وتفاعب ثم إنسان سمعك يعني يرتاح لك نفسيا أكيد أكيد فما راحة نفسية صارت بينك وبين الامرأة هذية لكن أنا بكل صراحة وائل نحب نطرح لك سؤال في صورة عكسية لو فرضنا أنت كنت متزوج ومرتك تحكي مع راجل وتقول لك أنا منسجم معا وإلا يخدم معا يقول تقبلها ولا ترفضها لا هو روح شخصيا أي إنسان معناه يرفضها صامت الحكاية هذه لكن هي تساق يعني يفت في ذهنك تساق في معناها تساق لأنك تحبتها بعد كذا ديما مثلا تتواصل معك ديما تقول أنت أقويزي المرأة يعني بعد نجم عاطفيا هو إشنا هو الإنسان عاطفيا يجلبوك الإنسان هذاك ولا هي تجلبك ولا أنت تجلبها لكن مثلا أنا بشنا دخلتو في باب النصيحة كما حكيت لك أنا من الأول شخصه حكا هو شخصه حكا يعني كما حكيت لك معناها ما أعملش حاجة خائدة معناها موهم لكن تقوي باب النصيحة أنه ننصح معناها أنا برشة رجيل اللي معناها كما أقول وإحنا يشدون ساهم يعطيهم الحاليين يعطيهم من وقتهم يسمعوهم يسمعو مشاكلهم معناتها نفهم من كلمك نفهم من كلمك يا وائل هذا سمعني يا ربطي هذا معناها إني خلي إنسان تبحث عن علاقة أخرى مثلا عندها مشكلة رجلي محبش يسمعني رجل الطهوة محبش يحكي معايا طلبتو في فلوس محبش يعطيني فلوس كذا فم شنو يعني توسع معناها فم حتى أني نعرف شخصية أنه يقعد وجمعتين ثلاثة ما يكلموش بعظم من أصله ما يحكيوش حتى مع بعظم إيها بتتعشى في بارهم ولا كذا يعني معنتها وائل نفهم وكأنه خليني لحظة بش نتفاعل معاك نفهم وكأنه إذا المرأة تخرج تشوف البر على رجلها معنتها أساساً الراجل هو مقصر نوعاً ما وفيس بسع فم حاجة أكيد أكيد أنه فم حاجة ما خرجت إنسان تعرفت أنا إنسان أو كذا إنني حاجة وإلا وإلا فم مثلاً الضغوطات أنها أخذت إنسان ما تحبوش مثلاً بفغط بحاجة مثلاً إذا اسكندر على قد حب كبيرة برشة هكينا فيها بلحق مشكور أكيد من تحبوش إنسان بدحبوش كما مش تعمل ولو إنسان بدحوش ويجي نهارة تتلقى الإنسان كما مش تعمل أكيد معناها مش تصير ال�zلة بشي تصير الزلة ونحن ما نتمنيوش انو اتصير بالحق حسيت بها برشا يعيشك ياسي وقت تاخو انسان ما تحبوش عليش خليوها العائلة عليك خليوها تاخو الانسان اللي تحبو عليش لي شو المشكل معناها انو نخلو لك انسان عنده فلوس ما هيش راية لفلوس ما هيش حاجة كبيرة اقول انسان انتي تحبوه كل شيء انا في الدخلة معاكم حتى البرحة الدخلة معاكم مش في بالي مش تقول كبيرة اني لقيته عاملت ميديا وكل شيء في بالي مش تقول كبيرة اني لقيته ما زلت ملقاتش اسكندر يا حبيبة ما زلت فاركس في اسكندر ياسم شاء الله توقع ان شاء الله توقع مشكور مشكور على المدخلة بتاعك اي عايشك بالحق يعني افهمت انو فهمها هكا انتي تقترح انو المسلمين يقترحوا موضوع ايه اقترح هكا في الاسبوع القادم ايه موضوع الموضوع الماخذة معناها مش عالمصلحة مش فهمها ماخذة على الفلوس اذا وفتل فلوس وفتل فتل علاقة كمانا موش هاغ الموضوع الموضوع بش تاخو انسان لي ذات اكيد تاخو انسان لي اهت وانسان تحب وانسان كتعشك معاك عيت الموضوع متاعك السيوائل واكيد بش يتم تناول الموضوع ان شاء الله مشكور سيوائل على المداخلة متاعك اتبرك